شخصية كانت ترى في أوساط الشيعة أنها شخصية جليلة القدر جدا ابن من؟ ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسمونه السيد محمد الديباج هكذا يطلقون عليه المؤالف والمخالف امتدحه حتى أن الطبر ذكر أنه كان شيخا وادعا محببا في الناس وكان يروي العلم عن أبيه جعفر بن محمد وكان الناس يكتبون عنه والأصباني صاحب مقاتل الطالبيين يصفه بأنه كان شجاعا عاقلا فاضلا وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكانت زوجته خديجة بنت عبد الله بن الحسين تقول ما خرج من عندنا في ثوب قط فرجع حتى يكسوه يعني حتى يتصدق به كسوة لبعض الفقراء والمساكين يعني رجل من كل الجوانب له فضائله هكذا كان يرى أولا فقيه من فقاهته أن الناس كانوا يجتمعون حوله ويكتبون عنه العلم يروي عن أبيه جعفر الصادق عليه السلام فاضلا شجاعا تقيا ورعا ذو جلالة ومهابة زاهدا عابدا كان يصوم يوما ويفطر يوما مقض نص السنة بالصيام لا يخرج من بيتي إلا ويتصدق بثيابه على الناس تطلب أحسن من هذا أحسن من هذه الخصال كل الخصال الحسن مجتمعة فيه على ظاهر الأمر ومما يزيد الأمر تألقا يزيد شخصيته تألقا أنه غضب لأمه الزهراء عليه السلام في موقف ما وأعلن الثورة لأجلها ما هو هذا الموقف الموقف ذكره ابن عنبة في عمدة الطالب يقول كان السبب في دعوته الناس إليه لما دع الناس إلى نفسه يعني نصب نفسه إماما وقال تعالوا وبايعوني هو هذا السبب أدري هو هذا يهز مشاعرك هذا السبب حتى أنت تنتفض ما تتحمل يقول وكان قد بايعه أهل الحجاز وتهامة بالخلافة ولم يبايعوا بعد علي بن أبي طالب لعلوي غيره وكان السبب في دعوته الناس إليه أنه كتب رجل أيام أبي السرايا كتابا يسب فيه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه أكو واحد صاحب غيرة ما ينتفض لما يشوف واحد حقير ناصب خسيس يكتب كتابا يسب فيه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف إذا كان هذا المنتفض من ذريتها ابن الأئمة المعصومين عليهم السلام فقيه شخصية كبيرة ما تحمل حسب ظاهر الأمر انتبهوا يقول كتب رجل أيام أبي السرايا كتابا يسب فيه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وجميع أهل البيت سب كل أهل البيت في هذا الكتاب وكان محمد بن جعفر هذا الذي يلقبونه بالديباج معتزلا تلك الأمور كان عابد زاهد فقيه كذا ما لا شغل بالقضايا السياسية كان معتزلا تلك الأمور لم يدخل في شيء منها فجاءه الطالبيون أبناء أبي طالب ذريته أي العلوين فقرأوه عليه قرأوا عليه الكتاب قالوا شوفوا تفضل شنو هذا كاتب فلم يرد عليهم جوابا حتى دخل بيته يعني الداخل الدخلاني كما نسميه حتى دخل بيته فخرج عليهم وقد لبس الدرع وتقلد السيف ودعا إلى نفسه وتسمى بالخلافة يعني في ظاهر الأمر قال للناس أنا ما عندي رغبة بالخلافة أن أصبح خليفة ولكن من بعد إهانة أمي فاطمة عليها السلام أبدا ها أنا ذا أعلن نفسي من الآن أنا الخليفة تعالوا وبايعوني حتى أثورا لأمي فاطمة لبيك فاطمة قسمي يا زهراء وسنثر نفسي عارات هذا هو المغزى في ظاهر الأمر هكذا أنت متأكد أنت الآن اللي تسمع واللي سمعونا الآن أيضا عن طريق القنوات أنت متأكد أنك لو كنت حاضرا في ذلك الموقف لن تنتفض وما راح تروح وتقبل إيده ورجله وتقول لبيك فاطمة أو قسمي يا زهراء أو سنثر متأكد مئة بالمئة أنا أستطيع أن أجزم من واقع معايشتي وخبرتي أن تسعة وتسعين بالمئة منكم سينجروا إلى هذا ما يتحمل قضية هذه جدا مستفزة للمشاعر سبوا فاطمة الزهراء عليها السلام ويأتي سيد مو أي سيد هو لو يجي سيد من هذول السادة اللي تشوفوهم هالأيام ويعلن الثورة لهذا شوفش يصير بالناس فكيف إذا كان محمد الديباج كما يسموه ابن الإمام الصادق عليه السلام المشهور بالفضل والورع والتقى والفقه والزهد والعبادة إلى ما هناك وهذا الذي حصل بالفعل أنساق الطوائف من الشيعة إليه واعتقدت إمامته هو ما استأذن الإمام في زمانه من كان الإمام في زمانه الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام يعني ابن أخيه ما استأذنه والمصيبة هي هذه أنه لما أعلن نفسه خليفة مضافا إلى كون ذلك بحد ذاته تقدما على الإمام المعصوم أنت مو الخليفة تسمى بأمير المؤمنين وانت تعرف أن ما يتسمى بأمير المؤمنين أحد إلا كان منكوحا كما في الرواية ما أبونا ما دخولا هذا شون استحل أن يتسمى بأمير المؤمنين وقضية هينا هذه أنت لماذا اجتزأت أخذتك الغيرة على فاطمة الزهراء عليه السلام وقلت هذا سيد من ذريتها ومعروف وابن إمامنا الصادق عليه السلام لا بد أن أنصره لبيك فاطمة قسميا زهراء سنثأر ولكن فورا لم تلتفت إلى أن حركته هذه بحد ذاتها تقدم على الإمام المعصوم أيكون الثأر لفاطمة عليها السلام بعصيان حق الإمام المعصوم والتقدم عليه هكذا تكون الثورة لفاطمة الزهراء وهل ترضى فاطمة عليها السلام بذلك أين إذن طاعة الله ورسوله وأولي الأمر أين عدم التقدم عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله شلون تقدم هذا عليهم يعني هو أغير على فاطمة عليها السلام من الإمام الحق المفترض الطاعة علي بن موسى الرضا عليهما السلام ليش الإمام الرضا ما أثار لأجل ذلك بل موقف الإمام الرضا عليه السلام كان موقفا شديدا جدا من عمه هذا يعني هذا السؤال كيف تعامل كيف تعامل الإمام الرضا عليه السلام مع هذا الثائر الفاطمي كيف تعامل معه بالترحيب بالإجلال وهو عمه أم على العكس من ذلك تماما لاحظوا هذا الأثر في عيون الأخبار للصدوق عن عمير بن بريد قال كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام فذكر محمد بن جعفر بن محمد اللي هو هذا الدباج الثائر الفاطمي فقال عليه السلام إني جعلت على نفسي ألا يضلني وإياه سقف بيت ما أجتمع معه في مكان واحد مقاطعة تامة وهو عمه والثائر لأمه فاطمة عليه السلام حسب ما يدعي الراوي اللي هو عمير بن بريد يقول فقلت في نفسي بيني وبين نفسي ما حد سمعني حتى ما تلفظت في نفسي تكلمت في داخلي فقلت في نفسي هذا يأمرنا بالبر والصلة ويقول هذا لعمه شنو هالكلام هذا دائما الإمام الرضا يأمرنا أن بروا أهليكم بروا أرحامكم صلوهم وهو هكذا يقول عن عمه أين البر أين صلة الرحم يقول جعلت على نفسي يعني أقسمت ألا يظلني وإياه سقف بيت أبدا يجوز ذلك عميري يقول أنا قلت هذا بيني وبين نفسي فورا التفت للإمام الإمام مطلع على الضمائر بإذن الله تعالى وبمشيئته يقول فنظر إلي فقال هذا من البر والصلة عجيب شلون يكون مقاطعة ذي الرحم من البر والصلة يقول هذا من البر والصلة إنه متى يأتيني ويدخل علي فيقول في فيصدقه الناس وإذا لم يدخل علي ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال وهذا الذي يجب أن يتعلمه علماؤنا والحوزويون منا وأهل الصلاح إن شاء الله منا قضية أن لا يجمعهم بالمدعين مكان وتلتقط لهم صورة فيظن الناس أن هؤلاء موثوق بهم وأن تحركاتهم مشروعة لماذا نحن شديد الخصام لأولئك الذين اعتبرناهم سعاتا في هدم الإسلام لهذا المبدأ لما نقول أنت لا يحق لك حتى أرحامك أحيانا لا يحق لك أن تتزاور وإياه ليش لأنهم مدعون يروجون الأباطيل يروجون البدع والمنكرات منحرفون ذو مناهج منحرف أو فاسدة فأنت أيها الذي تزعم كونك صالحا من العلماء الصالحين كيف تستحل هذه المزاورات من باب صلة الأرحام أو من باب التعارفات الاجتماعية